عادت قضية الأطفال من ضحايا الحرب في اليمن إلى الواجهات مرة أخرى هذه المرة عبر مجلس الأمن الذي نقش تقريرا للأمين العام للأمم المتحدة قال مندوب اليمن الدائم لدى المنظمات الدولية السفير خالد اليماني إنه تضمن معلومات غير دقيقة ونازال قادة الميليشيات الإنقلابية اليوم يستبرون في زياراتهم للمدارس لتجنيد الأطفال والزج بهم إلى جفهات القتال حتى هذه اللحظة لا يتعلق الأمر هنا بالدفاع عن الحكومة فهي ضحية مثل ملايين اليمنيين بل لأن التقرير يتجاهل حقيقة لا تقبل الجدل بأن هؤلاء الأطفال مروا منذ جريمة إسقاط صنعاء وحرب الميليشيا على اليمنيين بفترة هي الأسوأ في حياتهم مجلس الأمن الذي دأب على وصف ما يجري في اليمن بأنها حرب بين أطراف منتصارعة لا مشكلة لديه في أن يوزع الجرائم المتكررة ضد الطفولة في اليمن بين الأطراف المتصارعة أيضا دون أن يكلف نفسه عن أن يقاف الحرب استنادا إلى القرارات الصادرة عنه رفعت الأمم المتحدة التحالف العربي والحكومة اليمنية من قائمة منتهكية طفولة التي تصدرها سنويا وقد مثل هذا الإجراء في نظر المراقبين مناسبة للفت الأنظار إلى المجرم الحقيقي الذي كشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة نفسه عن الفارق الكبير في نسبة الجرائم محسوبا على ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بين الاستهداف المباشر بالقنص للأطفال في مدينة تعز وغيرها من ساحات المواجهات إلى احتلال المدارس وتحويلها إلى ثكنات إلى التجنيد القصري كلها مظاهر متعددة تلخص حجم الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال اليمن جراء المغامرة العسكرية للميليشيا في سعيها الحثيث نحو الاستيلاء على السلطة بأي ثمن ونحن ندعو في هذا المقام إلى العمل سويا وبحزم من أجل مساءلة جميع الأفراد والكيانات التي عملت على استهداف واستخدام وتجريد الأطفال ووضع حد لأفلات هؤلاء المجرمين من العقاب يبحث هؤلاء الأطفال في تعز عن فرصة للحياة يريدون استعادة مدارسهم والذهب إليها دون خوف من رصصة قنص ويبحثون أكثر عن إنصاف منظمة أنشه العالم لكي تحفظ السلام على كوكبنا وتمنع صرخة كهذه عن أن تتردد مرة أخرى وتلقي بهذا الحمل الثقيل على قلوب المتطلعين إلى السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة